بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني الكرام وتابعي قناة معرفة للمعلوميات اليوم بيني سأشرح لكم مشرح جديد حول طريقة فتح حساب بايبال بدون كارت فيزا أو بدون بطاقة مصرفية أولا سنقوم بالتوجه إلى الرابط أسفل الفيديو وسنتابع بعد هذا الفاصل القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو فرجة ممتعة بعد الولوج إلى هذا الرابط أعزائي الكرام نلغط على أفغي انكمت أو إنشاء حساب أو فتح حساب من هنا ونقوم باختيار نوع الحساب هل هو حساب شخصي أو حساب نشاط تجاري كما تلاحظون من هنا أنا قمت بتعريب هذه الصفحة لكي تقرأوا هذه الشروع هنا سنختار حساب شخصي بمأنني أنا فردا يعني ليس لدي شركة ولا وكالة أو شيء من القبيل سأختار حساب شخصي ثم سضغط على السمر هنا هنا ستجد أن الدولة محددة إن لم تكن لديك الدولة الخاصة بك هنا فقم باختيار الدولة الخاصة بك ثم قم بالضغط على السمر بعدها أعزائي الكرام سنختار هنا اللغة العربية من الأفضل وإن كانت لديك الصفحة باللغة العربية فلا مشكل فقط قم بالمشامعة معي هنا نختار الدولة الخاصة بنا ونختار العنوان البريد الإلكتروني من هنا وهنا كلمة المرور وهنا إعادة كلمة المرور بكل بساطة سأقوم بملأ هذه البيانات هكذا قمت بملأ بياناتي وهنا سنقوم بكتابة كلمة سر على هذا الشكل كما تلاحظون في هذه الخانة هنا أبيلكم طريقة كتابة كلمة سر يعني يجب عليك اختيار رموز وحروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام كل هذا يعني أربعة أصناف للحروف كما تلاحظون نقوم بإعادة كلمة سر هنا ويجب أن يكون قوي لأن هذا حساب بايبال إخواني الكرام يعني يمكن أن أي شخص يختارق حسابك الآن عالم الهاكرز وعالم الاختراق أصبح واسع ونعرف أن البايبال يحدث كوارث كثيرة في هذا الحساب في هذه الحسابة تعفون وأتمنى أن تحموا أنفسكم بأنفسكم كما تلاحظون هنا متابعة نضغط على متابعة وهذه هي الخطور الأخيرة كما تلاحظون سنقوم بكتابة الاسم الأول خاص بنا في هذا المكان والنسب هنا اسم عائلة وهنا تاريخ الميلاد الجنسية بعد ذلك وبطاقة هوية قومية أو ID ناسيونال نكتب رقم البطاقة الوطنية الخاصة بنا في بلدنا العربي بطبيع الحال وبعد ذلك نكتب عنوان الشارع الأول وعنوان العنوان يعني العنوان الأول والعنوان الثاني إن كنت ترغب في إضافة عنوان ثاني بالتحديد وهنا المدينة وهنا الإقليم مثلا الإقليم وهنا الرمز البريدي لمعرفة الكود بوستال أو الرمز البريدي الخاص بمدينتك تقوم بالذهب إلى جوجل ثم تقوم بالبحث عن الرمز البريدي كما سأعمل أنا بعد قليل هكذا الرمز البريدي لمدينة الدار البيضاء أنا في المغرب يعني سأقوم بوضع مدينة الدار البيضاء وسأقوم بتحديد الحي الخاص به هكذا سأقوم بالضغط على أنتخي من لوحة المفاتيح ثم سأقوم بالبحث عن الرمز البريدي لأحياء مدينة الدار البيضاء هكذا سنقوم بالدخول إلى هنا هنا كما تلاحظون تقوم بالبحث عن المرمز البريدي وتقوم بالذهب وبنسخيه وبنسخيه هنا هكذا والجوال هنا الجوال الهاتف خاص بك هل هو منزلي أم جوال يعني هاتف ونقوم بكتابة الهاتف هنا وبعدها تقوم بالضغط على أقرر بأنني أقرأت وأقبل وأوافق على بنود كل من اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية يمكنك الضغط هنا على اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية لمعرفتهما وتضغط على موافقة وإنشاء حساب من هنا يعني في الأخير انتهينا الآن انتهينا ظهرت لنا رمز أو رقم البطاقة عفون هنا تاريخ إنهاء الصلاحية هنا عنوان الفوتر العنوان الخناه الرمز البطاقة والتاريخ لم نكتبهم الآن يعني سنقوم بالضغط على بايبال هذه الأيقونة بايبال هذه الأيقونة لن نكتب هذه الأشياء يعني نتخطى نضغط على بايبال أين سينقلنا بايبال الآن سينقلنا إلى حسابنا فقط بدون كارد فيزا أو بدون بطاقة مصرفية بعد ذلك عزيزي الكرام تقومون بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم بالضغط هنا على تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني من هنا ويرسلك الموقع رسالة إلى بريدك الإلكتروني ستجدوها على ذلك الشكل هذه رسالة كما تلاحظون التي وصلتني في الجيميل الخاص ب paranoid your paper account كما تلاحظون هنا ستضغط عليها بعد ذلك عزيزي الكرام تتضغط لك هذه النفذة ماذا ستفعل ستقوم بالضغط على click to activate your account تضغط عليها من هنا ثم ستنقل لكم مباشرة إلى هذه الصفقة تكتب كلمة المرور من هنا التي قمت بتسجيل بها ثم تضغط على تأكيد عنوان البريد الإلكتروني في هذا المكان هكذا وبهذا تكون قد قمت بإنشاء الحساب كما تلاحظون وقد قمت أيضا بتفعيل البريد الإلكتروني كما تلاحظون هنا يمكنك أن تقوم بربط حساب بايبال بكارت فيزا أي كارت يمكنك حسب البلد خاص بك تضغط على لين كارت ثم تقوم بملء البيانات ولكن الآن قمنا بإنشاء حساب دون الحاجة إلى كارت فيزا أو بطاقة مصرفية هنا ما عليك إلا أن تقوم بنسخ الإيميل الذي تسجلت به وإرساله للأشخاص الذين تريد أن يدفعوا لك مال أو شيء مال القابل يعني للشركات إن قمت بالربح من الأنترنت على سبيل المثال وهذا هو هدي الطريق يعني أن أنت إيميلك خاص بك أنت فقط وهنا يمكنك أن تدفع أنت لبعض الأشخاص إن أردت من هنا وشكرا لكم أستودعكم الله لا تنسوا ذكر الله لا تنسوا الصلاة على سيدين محمد عشر مرات على الأقل إلى اللقاء